تسجيلات الرمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ أبو إبراهيم البرغوتي ممثل الرئيس الفخر للنادي أبو عبدالله البرغوتي أمد الله في عمره ونتمنى له الشفاء الأخ الدكتور عبدالهادي البرغوتي الإخوة والأخوات أعضاء الهيئة الإدارية لنادي شباب عبود ومجموعاته الكشفية المحترمين أسر عبود والأسر البواسل الأبطال خلف القدوان حياهم الله الإخوة الفنانين المحترمين مدراء المدارس وهيئاتهم التدريسية المحترمين أبنائي وبناتي الطلب الخريجين وذويهم المحترمين الحضور الكريم كل بلقبه ومسمى يسعدني ويشرفني أن أقف اليوم أمامكم وذلك بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وزميلاتي أعضاء المجلس القروي لكي أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب وشاكرا لكم حضوركم وشاكرا لهيئة النادي التي أتاحت لي هذه الفرصة ولهذه اللفتة الكريمة لتكريم أبنائنا وبناتنا الخريجين مهنئينهم وذويهم تخرجهم وإنهاء المرحلة الثانوية متمنيين لهم حياة جامعية موفقة وملئة بالنجاحات التي نعتز ونفتخر بهم دائما إننا في المجلس القروي رغم الظروف الصعبة والإمكانيات المتواضعة إلا أننا نسعى دائما لخدمة مدارسنا وندعم طلبتنا بكل فخر واعتزاز ونتمنى لهم حياة حافلة وخالية من العقبات والمعيقات وخاصة التي يواجهها طلابنا وطالباتنا في مدارسهم من ممارسات الاحتلال اليومية والخطر المحدق بنا جميعا من هذا الفيروس اللعين فيروس الكورونا الذي أثر بشكل مباشر على استمرار المسيرة التعليمية ولكن رغم الظروف الصعبة التي نعيشها استطاع طلابنا وطالباتنا بجدهم واجدهادهم وإصرارهم على النجاح وتخطي هذه العقبات والحصول على أمعدلات عالية تؤهلهم من الدخول إلى الجامعات ودراسة التخصصات المناسبة لهم ولمجتمعهم ونحن فخورين بكم وبإنجازاتكم العلمية وفي نهاية كلمتي لا بد أن نشكر أولاً هيئة نادي شباب عبود على إقامة هذا الحفل لتكريم أبنائنا وبناتنا الخرجين ونشكر أيضاً مدراء المدارس وهيئاتهم التدريسية على الجهد الذي بذلوه معهم للوصول إلى هذه النتائج المشرفة والشكر موصول أيضاً لأهالي الطلبة الذين كان لهم الفضل في توفير بيئة مناسبة للدراسة وتشجيعهم على المثابرة والجد والنشاط وأختموا كلمتي بتهنيئتي لأبنائنا وبنات الخرجين وذويهم ومن نجاح إلى نجاح وبالتوفيك دائماً ومنها للأعلى إن شاء الله كل التحية لأسر عابود ولأسران البواسل وعلى رأسهم القاعد المناضل البطل والزعيم الوطني مروان البرغوثي والفرج القريب والحرية لأسران البواسل المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء العاجل للجرحة والحرية لأسران البواسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته